قد يكون السوداني أكثر رؤساء الحكومات إطلاقاً لشعارات الإصلاح والتنمية ولعل مجيئه على خلفية صراعات طاحنة بين الأحزاب وصلت إلى حد السلاح هو الذي جعله متحمساً ليغرق في أحلام الإصلاح الموهوم معتمداً على آلته الإعلامية النشطة التي تصور كل حركة أو قرار يقوم به السوداني على أنه إنجاز عام كامل مضى منذ أن تشكلت حكومة السوداني مطلقة شعار ملاحقة الفاسدين وإعادة الأموال المهربة من الخارج وإيجاد آلية عمل تقضي على المحسوبية والرشاوة وتطيح برؤوس كبار الفاسدين هل ترجمت هذه الشعارات إلى واقع؟ يكفي للمراقبين أن يستندوا على التصريحات النيابية والمصادر الحكومية التي تؤكد كل يوم أن الفساد في مؤسسات الدولة يزداد استشراءاً وتتفاقم مشكلة الترهل الوظيفي ومكاتب الموظفين في معظم الدوائر الحكومية أصبحت مراكز للرشوة أما عن الفاسدين فها هم قيادات الأحزاب الذين نهبوا ثروات العراق يعيشون خارج السجون بل يهيؤون أنفسهم لانتخابات مجالس المحافظات القادمة وعن وعود السودان بإصلاح الواقع المعيشي فها هو تضخم الأسعار يثقل كاهل المواطن وتقلب صرف الدينار انعكس سلماً على السوق العراقية وبالتالي فإن نسب الفقر باعتراف المصادر الحكومية آخذة بالازدياد وبالنسبة للملف الأمني فإن التغير النسبي الذي حصل بإزالة بعض السيطرات من المدن فذلك لأن ميليشيات الإطار هي التي تدير الحكومة ومن مصلحتها تهدئة التوترات الأمنية كما يقول مراقبون وإلا فإن السلاح المنفلت ما زال هو السمة العامة من الناحية الأمنية أهم ما يحتاجه المواطن العراقي لم يتحسن بعد مضي سنة من حكم السوداني فما حاجة العراقيين للإنجازات الشكلية التي أثارت سخرية الناشطين كإنشاء معمل لصناعة إطارات سيارات الهمر الأمريكية أو إطلاق منصات شبابية لمكافحة الفساد كما يروج وهل بمقدور الشباب الذي يقمع حين يعبر عن رأيه أن يواجه حيتان الفساد وعرابيه؟ إنها منجزات حتى فريق الترويج الإعلامي في مكتب السوداني يصعب عليه الاقتناع بها